الموعد والاقتصادين نقدمه لكم من قناة الجزائر الدولي أهلا بكم في المستهلة عدلت وكالة طاقتها الدولية بشكل نطفيف توقعاتها لأسواق النفط للعامين 2022 و2023 وسط مخاوف من تراجع الطلب على النفط بسبب الأوضاع الاقتصادية العالمية الراهنة وفي توقعاتها لشهر أكتوبر الماضي توقعت الوكالة أن يتجاوز الطلب مليون برميل يومياً في 2022 ومليون وسبعمائة ألف برميل يومياً في 2023 وكشف التقرير ذاته أن أسعار النفط ما زالت أقل بنحو 30% مقارنة بذروتها التي سجلتها خلال شهر جوان الفارض فيما ارتفعت أسعار شحن النفط مع زيادات الصادرات في نفس السياق توصلت أسعار النفط للخفاض وصلت انخفاضها في ظل زيادة القلق على الطلب العالمي على النفط في الصين بسبب سياستها لسفر كوفيد وارتفاع حالات الإصابة بالفيروس في البلاد وتراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي بنسبة 1.2% إلى 85.88 دولاراً للبرميل فيما انخفضت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج برانت بنسبة 0.4% ليصل إلى 92.88 دولاراً للبرميل كشف مجلسه الاحتياطي الفيدرالي أديون الأسر في أمريكا زادت خلال الربع الثالث من العام 2022 مسجلة أسرع وطيرة منذ 15 عاماً بسبب الزيادات الكبيرة في استخدام بطاقة الاعتمان وارصدة الرهن العقاري وقفز إجمالي الدين بمقدار 351 مليار دولار في الفترة من جوليا إلى سبتمبر وهي أكبر زيادة فصلية منذ عام 2007 لتسجل ديون الأسر مستوى قياسي جديد ثاق 16% قفز تضخم أسعار المستهلكين السنوي في المملكة المتحدة إلى 11.1% في أكتوبر الماضي مرتفعاً من 10.1% خلال شهر سبتمبر جاء ذلك في بيان صادر عن مكتب الأحصاء الوطني بالمملكة المتحدة الأربعة أشار فيه إلى أن أسعار المستهلكين مسجلة خلال الشهر الماضي تعتبر الأعلى منذ 41 عاماً وتضاعفت تساعدت حدة المطالب الحكومية في البلاد باتخاذ مزيد من الإجراءات لتخفيف أزمة تكلفة المعيشة في وقت تواجه فيها الأسر الأسر نفقات غير مسبوقة مع ترجع القيمة الحقيقية الأجور يأتي ارتفاع تضخم في المملكة المتحدة مدفوعاً بارتفاع أسعار الغذاء والطاقة وسط مخاوفة من زيادة أكبر زيادة أكبر في أسعار المشتقات مع دخول فصل الشتاء ألزمت الحكومة التونسية 26 نشاطاً مهنياً بتقديم ما يثبت الدخل لمحاسبتها ضريبياً بعدما كانت تتعامل بنظام جذائي تقديري مع هذه الأنشطة في محاولة للتوسع في تحصيل الضرائب والحد من التهرب لزيادة العوائد المالية وسد عجز الموازنة المتفاق سيجب روى العاملون في هذه المهن على التصريح بما داخلهم الحقيقية بعد أن أدرجتهم وزارة المالية ضمن الأمر الحكومي الذي حدد قائمة الأنشطة المستثنات من الانتفاع بالنظام التقديري في المحاسبة الضريبية آخر خبر في النشرة الاقتصادية الصباحية يمكنكم متابعة عبر شبكات التواصل الاجتماعي الظاهرة أسفل الشاشة إلى اللقاء اشتركوا في القناة